لا جديد نفس الركود الذي شهد في الأيام السابقة وذات المواقف لا جديد التحالف الثلاثي غير اسمه إلى تحالف إنقاذ الوطن مرشحو التحالف الثلاثي لرئاستي الجمهورية والحكومة هم أنفسهم الذين طرحوا سابقا إذن لا جديد الإطار التنسقي أكد مقاطعته مسبقا فلا جديد المستقلون انقسموا على أنفسهم بين ذاهب إلى التحالف الثلاثي وبين مقاطع لجلسة السبت وهو موقف سمعناه من المستقلين سابقا ولاحقا وبالتالي لا جديد الاتحاد الوطني الكردستاني أعاد تكرار موقفه بكسر النصاب في حال لم تتحقق التفاهمات فلا جديد في المشهد السياسي الذي يسبق الجلسة الحاسمة لاختيار رئيس الجمهورية في الأثناء جاءت مباركات زعيم الضيار الصدري مقتدى الصدر مثمنة لتشكيل تحالف إنقاذ الوطن والذي تبعت بأول تصريح لمحمد جعفر الصدر المرشح لرئاسة الحكومة والذي حمل عنوان الاعتزاز بترشيحه من التحالف الإطار التنسقي لم يقف مكتوف الأيدي فالمستجد عنده إرسال مكتوب إلى زعيم الضيار الصدري يتضمن بحصب مصادر صحفية عقد اجتماع بين وفد الإطار برئاسة هذا العامري والصدر لإعادة الحياة إلى البيت الشعي أما مرشح تحالف إنقاذ وطن لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد فقد جاء تصريحه عن وجود مشكلات ارتهنت المنصب طويلا بما يدلل على المضي قدما على مشوار التنافس بين الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح الدكتور برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية